عكس المشاهد التي رصدتها عدسة قناة والنهار لطوابير التي لا تنتهي أمام محلات المواد الغذائية والمخابس قدرت نسبة الاستجابة لبرنامج المداومة حسب وزارة التجارة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى بأكثر من 99% من التجار الذين تم تسخيرهم لتوفير المواد الغذائية الضرورية للمواطنين عبر كامل ولاية الوطن ووضح مدير عام الضبط والتنظيم بالوزارة عبدالعزيز أيت عبدالرحمن أن نسبة الاستجابة لنظام المداومة بلغ 99% فاصل 48 خلال اليوم الأول من عيد الأضحى ومن ضمن 32955 تاجر تم تجندهم لضمان تمويين المواطنين بالمنتجات خلال يومي العيد لم يستجب قرابة 177 تاجرا فقط نظام المداومة وقدرت نسبة استجابة التجارة للمداومة بـ 99.70% في الجزائر العاصمة وـ 99.90% في البوليدة وـ 99.51% في عنابة وذات الرقم فاصل 41% بولايات باتنة ترجمة نانسي قنقر